أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل هناك ضابط للجلود التي يجوز لبسها واستعمالها والتي لا يجوز استعمالها وإذا كان ثم تضابط فحبَّذ ذكره لنا نكرته لكم يا أخي وهو أن الحيوانات التي تعمل فيها الذكاة حيوانات التي تذكَّ وتوكل يباح لبس جلودها أما الحيوانات التي لا تنفع فيها الذكاة كالسباع والكلاب هذه لا يجوز لبس جلودها هذه لا يجوز لبس جلودها نعم